موسيقى 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 لا أجمل من هذا لدينا كمية كمية ضخمة من مختلف أنواع الطعام طعام يكتين أكثر من أسبوع وفاكهة وحلويات من رأيي أن نجمع طعامنا نحن الثلاثة نأكل منه ما نأكله الآن وندخل الباقي الوقت الحاجة فكرة مدهجة جدا شركة مساهمة ثلاثية بردعية فأنا زميلتكم ويجب أن تشركوني معكم هل معك طعام؟ تريد مشاركتنا وليس معها شيء من الطعام هكذا إذن ولماذا تشاركونني طعامي دون أن يكون معكم شيء لهذا فالواجب يحضم عليكم أن تشركوني في طعامكم جلسة عاجلة لبحث الأمر هاي لولو معها حق فنحن نأكل من طعامها وخاصة أنت يا نفيخة تلتهم دائما طعامها هذا صحيح ولكنها ستأكل من طعام الثلاثة أنا مع الأغلبية هل نشركها معنا أم لا؟ ما رأيكم؟ انتهت الجلسة يا رفاق هاي أخبروني على ماذا اتفقتم؟ على أن نشركك معنا حينما تحضرين طعامك ولكنك لا تحضر شيئا حينما تأكل طعامي اهدائي قليلا ودعيني أشرح لكي هذا نادي للفتيان وقانون النادي يمنع الفتيات من الأكل هل فهمتي؟ هيا عجيب قانون ناديكم فهو يسمح لكم بأكل طعام الفتيات ولا يسمح للفتيات بمس طعامكم قانون مفلطح قليلا سأأندم يا نفيخة ملا ملا سأأندم اذهبي ودعيني أندم أسمعتم ما قالت سأندم مهه؟ سأندب فعلا لو شاركتنا الطعام الطعام كثير ولن نستطيع التهامة ترى ماذا سنفعل بما يتبق منه؟ فعلا يجب ان نفكر بطريقة فكرة نختزنه ونخفيه في مكان آم كما يختزن قراصلة البحار قنوزهم ما رأيكم هذا مفضلكم ها نطمره في باطن الأرض ونخفيه قولوا لي ما رأيكم في هذه الفكرة أليست مدهشة تعني أن نطمر طعامنا ولم لا إنها فكرة جديدة وشيء طريف ما قولكم من جيحتي أنا شخصيا أنا أحب المغامرات واعتقد بأن فكرتك لا بأس بها إذن فلنلعب لعبة القراصلة وليكن الطعام هو الكنزة الذي سنخفيه أيها الرفاع بالنسبة لك هو فعلا كنز مور في باطن الأرض مليء بجواهر اللحوم والآلئ الحلوى وفي صيف ساحفاتها هيا استعدى لآداء التحية أنا القرصان نفخ المنافخي مفهوم مفهوم أيها الربان ما هي الأوامر أيها الربان إخفاء الكنز السمين وأين سنخفيه؟ هذا أهم شيء في مكان سري وبعيد عن الأنظار وأين هذا المكان؟ دعني أعصر مخيخي فأنا الربان يا هذا ما تمره داخل جزيرة أية جزيرة جزيرة شجر الرمان تلما بنا إلى الجزيرة هيا بنا أمرك أيها الربان جزيرة الرمان جزيرة الرمان حم الريح مواتية اقترب بالسفينة من الشاطئ السفينة جاهدية ربان حسنا الربان يصعب اولا والان النوتية هيا جذفوا الى الجزيرة هيا بسرعة جزيرة الرمان يا للى اللي امان جزيرة الرمان والان لنبحث اذا كان يوجد احد على ارض الجزيرة ولكننا نعلم انها خالية زحلوت هل نسيت انه الربان منافيك فعلا نسيت هيا بنا هذا هو المكان الافضل لاخفاء الكنز فعلا فهو خفي عن الانظار اذا سنتمره في هذه البقعة كلا كلا لن نطمره قبل ان نرسم خارطة لمعرفة مكانه ومن سيرسم للى الخارطة ومن غير الربان ايها النوتية هيا اكتب ماذا تريدني ان اكتب خمس خطوات الى الامام ثم ثلاث خطوات الى اليمين واحد اثنان ثلاثة ثلاث خطوات الى اليمين والان الجهة اليسارية والان الجهة اليسارية والان الرفش اغفر هنا امرك سيدي كقد رسمت خارطة يا نفيك لا تقول نفيك انا الربان نفيك المنافيك الربان نفيك المنافيك حفرة اميقة تشبه نفق احسن كل شيء يسير حسب الخطة المرسومة اتلحنا انا جاي عيا نخرج الكنزة ونأكله واين هي المغامرة يجب ان لا نخرج الطعام الا بعد مرور وقت حتى نشعر بالارهاكة وبلذة المغامرة اخاف ان يسرق الكنز لا يعلم بامر هذا الطعام اقصد الكنزة سواله ولهذا سنظل معا لحين اخراجه هل هذا مفهوم؟ الحفلة ستكون خاصة ديوى بك فقط ولا ندعو اليها احدا من الفتيان سعاد ولولو لولو وسعاد ولا احد يشاركنا هيه يبدو انه يحتاج الالتقاء هيا اذهب يبدو انه جائع واجتما رائحة الخلوة ما هذا المسكين ما رأيك لو اعطيته الططع ياخذها ويذهب ساعطيك الططع تأخذها وتذهب خذ ما هذا لم اقل لك التهمها فورا لولو انظري للفتيان نفيخة اذهب الى حفلة تنكرية لو سمحت اعانسة انا الربان نفيخة المنافيخة وانا ساعده الايمن اما انا فساعده الايصر تعنون بذلك انه يسير بلا ساعدي تارسي من غضبي فانا قرصان من اتعاني بذلك يعني بان انا حراس الكنز ابتعد عني ايها الكلب ابتعد اتركني ابتعد اتركني ابتعد ابتعد ايها الكلب اتركني انظروا ماذا فعل بي لقد شرشح القرصانة يبدو ان هذا الكلب لا يحب القراصنة نحن قراصنة لدينا كنز سميل انتم لا اصدق ذلك حقا ولكن اذا علمت بمحتويات كنزنة ستعلمين لماذا نحن قراصنة الكنز الذي اتمرناه في الصباح ونحن الان في الطريق اليه الاخراجه ولكن اين وفي اي مكان اتمرتم هذا الكلب لا توجد قوة ترغمني على البوح بالسر لا توجد قوة؟ شيء واحد يجعلني ابوح لك به ولكنك من لحظة قلت بانه لا توجد قوة ترغمك على البوح بالسر هذا صحيح ولكنني استثني الحلوى من هذه القوة هذا اذا اردت ان تعرف السر ولماذا الحلوى وليس غيرها؟ ارجوك ليس عندي وقت للجدال حسنا خذك اعتقد باني هذه حيلة او خدعة من حياله ليأخذ الحلوى بل هناك كنز حقيقي وليست خدعة او حيلة يا انسات اذا اخبرنا اين هو الكنز وما هو هذا الكنز انه في جزيرة المرجان وهو مليء باللحوم والفاكهة في اي منطقة من جزيرة المرجان يا للهول لقد فرغ كنز الحلوى من الواجب عليك بعد انتخامك الحلوى ان تشركنا بكنز طعامكم أروه سأبحث الامر لن نستطيع ذلك انتهى الامر اذا كنت تختارنا أرجوكما أرجوكما لا داعي للنقاش سنعود للجزيرة يا نوتيان أمرك أيها الربان عودوا إلى هنا أيها المخادرون عودوا لقد كان طعم الحلوى لذيذ جدا أعلمنا أن تأكل الحيوانات ترامكم كنزنا مطمور أيتها البنهاء فالداود ليس لديكم كنز طعام علينا أنك تشفى ذلك لنعلم الحقيقة ولكن كنز سنصل إلى الجزيرة ربما هذا العمل أخذنا معك وماذا لكما في جزيرة المرشان إنها جزيرة غير مأهولة ومهجورة أتعلماني ذلك؟ هذه أول مرة انقططوا أقدامنا أرض الجزيرة وكيف ستعودان منها؟ أصدقاؤنا في الجزيرة معهم مركب وسنعود منها معا أحدث أساليب الحياة أرقى تقنيات العصر ملتقى الثقافات الروع ما أبدع الإنسان في حياة دبي الجمعة السابع ونصف مساء على سمدبي فقط بعطائنا تتواصل ضحكاتهم دبي العطاء يومياً العاشرة والنصف مساء على سمدبي هذا البرنامج برعاية اتصالات رسالة التواصل والعطاء زعبيل للاستثمار أبعد من المعتاد سنة يتغورون جوعاً في انتظار كنز الطعام ها هي خارطة كنز الطعام أحسنت بإبعاد لولو وسعاد عن كنز طعامنا يا نفيخ الربان نفيخ المنافيخ يا أحمق هيا إلى العمل أمرك سيد الربان كل ما علينا هو إخراج الكنز والتعام أمرك أيها الربان خمس خطوات للأمام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة والآن ثلاث خطوات لليمي ميمنة واحد اثنان ثلاثة وأخيراً أربعة خطوات لليسار واحد اثنان ثلاثة ربع هنا لنخرج الكنز أنا الربان العبقري العبقري نفايخة الربان عبقري الأغذية أمرك أيها الربان شيء عجيب دعني أقوم بالمهمة ليس في هذا المكان ليس هنا أيها الربان لم تكن الحفرة بهذا العنف أنا واثق من ذلك ماذا غارطة تقول أنه هنا ولا بد أن يكون هنا ولكنه ليس هنا ومع ذلك لنتأكد أين ذهب الطعام يا ترى؟ شيء يثير الدهشة إننا نثير حسب الخارطة ولكن مهلاً لا توجد على هذه الخارطة نقطة بداية نبدأ منها ما معنى نقطة بداية؟ هذه الخارطة غلط في غلط فكفيما لا يعنيكي من أي الجهة تبدأ الخارطة؟ هذا صحيح كان يجب أن تفهموا أيها النطية البلهاء ولماذا تلومونا نحن؟ أنا الربان ولا يلحق بلوم كائن من كان ما دمت الربان فالربان هو المسؤول عن هذه الخارطة الخاطئة لو كنت رباناً فعلاً لأمرت بزحلتتك إلى البحر يا زحيوك قولك يبدو كأننا فقدناك كنزو الطعام الطعام هو صندوق ثياب أمي الذي طمرناه ها يفكر في صندوق ثياب أمي زحلوت وأنا أفكر في الطعام كل منهم يغني على ليلى ويقوم من أمي يا زحلوت لا بد وأنه هنا هوت كأنهم يبحثون عن إبرة في كومة فار قلت وجوعاً دعني أبحث في منطقة أخرى يا ربان لا فائدة يا رفاق أننا نبحث دون جدوى موسيقى أنا الأولي أنت تتوقفوا عن البحث بعد هذا الفشل الزريع نتركين في همي فلدي منه ما لك في وزيادة ما رأيكم لو وجدت انا لكم كنزكم اتظنين بانه في امكانك ساتشاور مع الرفاق منحتك شرف ايجاد كنزنا لا اريد منح اريد ان اكون الربان الربان لقد التهمتم الحلوى صباح هذا اليوم وحان الوقت لتدفع ثمن ذلك انا الربان الان بما انني قد اصبحت الربان ساشعل كلبي هذا يستدل على كنزنا دون الاحتياج لخريطاتكم الكلب سيجد كنزنا المفقود سترى ذلك الربان لولو ذكية وليست مثلك ايها النتي نفيخة اتشوف ان اأخذ الكلزة يا لولو ما اني من هذه احتاجين هذه يا جنب الربانة هذه من اختصاصك ايها النتي امرك يا ربانة وحينما نجد الكنز سيكون نصيبنا انا وسعاد ستين بالماء منه ابدأ عملك فورا بالشمشمة ما سيفعل هذا المشمشم داعي افعل ما يرك له كي يستدل على الكنز لابد له من اثر رائحة حتى يستطيع اكتشاف المكان المثمور فيه الكنز هل عندكم اعتراض ايها النتي والان باشر البحث ايها الكلب انتظروا لن يتحرك احد منكم من مكانه لحين عثوره على الكنز ولا تنسوا بان حصتكم هي اربعون بالماء اعتقد بانه يسير في الطرق المستقيم واتمنعني اعطر على الكنز اتبعوني ايها الرباق بيتها الربانة كلبتي قد فشل في مهمتي لهذا نعود عن اتفاقنا فورا وحالا انه يحتاج لشمي اثار اخرى تساعده في البحث ايها النتي تال يا انسة اسف جدا اعيد لي قبعة الرباني فورا حالا بالا رويدك قليلا لابد له من شيء يساعده فكروا جميعا هل لمستم شيئا اثناء تمركم للكم ان هذا يساعده في البحث تذكروا جيدا الخارطة احسنت الخارطة ستساعده حتما لقد وجد شيئا له كلب حقيقي كما قلت هيا بنا يا رفاق هيا بنا يا رفاق ها تفاك زمجرة اتاعد ها ها نولو نولو كله ان يبتعد من هنا لن يبتعد الا بعد ان استلم حصتي وحصة سعاد كما اتفاقنا ستون بالماء لنا والباقي لكم واذا ذا كان لديكم اعتراض فالكلب ستصرف معكم بطريقة الخاصة هل هذا واضح؟ تمام الوضوح ومتى سنقتصر؟ حينما اقرر انا ذلك مفهوم؟ مفهوم ايات الرباح اين ذهبت هذه اللولو؟ فاتشوا ابحثوا اين ذهبت بكنزنا يا طورة هذه اللولو؟ امه نفيخة انظر هناك لولو 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 انك تخونين العهد يا لولو حقا ومتى كنت تصون الوعدة يا عزيزي نفيخ عودي الى هنا هيا عودي الى هنا لعل هذا الترس ينفعكم مستقبلا ويجعلكم تحفظون الوضوح عودي الى هنا عودي الى هنا عودي الى هنا عودي الى هنا ععودي الى هنا عودي الى هنا عودي الى هنا مع القاعنة أريد العودة لامي كافا تعويلا القراصنة لا ينتحبون ما دمت السبب في هذا المازق هل عندك طريقة لخلاصنا طبعا عندي فكرة ممتازة هذه الفكرة هي أن نبحث عن فكرة ألم تجد الفكرة أيها ربان مغلوب للأسف لا أعرف اتصباحك انظروا إنها لولو لولو هاها جاءت مستسلمة أو لنستسلم لها أرجو العكس هل أتيت لإنقاذنا؟ هل ستستسلم لي؟ سأستسلم وأنت يا نعيم سأبحث هذا الأمر مع ربان السابق ما رأيك يا نفيخة أنا سأستسلم هل تستسلم معي؟ لست جبانا حتى أستسلم هل ستستسلم يا نفيخة أم أتركك وحيد؟ لا لا ربان السفينة لا يستسلم حتى النهاية وأعتقد بأنني قد وصلت للنهاية لا هب لها هب لها هب 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 موسيقى 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 موسيقى